سلام الله عليكم أعزائي سلاميين سنة ثلاثة متوسط أهلاً وسهلاً بكم معي من جديد أعزائي متابعي القناة الجدد أهلاً وسهلاً بكم معي إخوتي شرفتوني ونورتوني ما تنساش من فضلكم دعم القناة بالضغط على زل الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديد الدروس بإذن الله اليوم أحبتي كما راكم تشوفوا معي سنناقش مع بعض نموذج من نماذج الفرد الثاني أو فرد الفصل الثاني هذا النموذج سيخص الوحدة الأولى من المحور الثاني اللي هو لوريسي إستوريك فقط ملاحظة أحبتي يعني بزاف الأسئلة رح يجوني على المراجعة يعني والملخصات يعني كنت قدمتها في أيام سابقة ما عليكم فقط ترجعوا للقناة تبحثوا عليها رحي موجودة يعني أو تكتبوا العنوان يعني مراجعة الفصل الثاني لغة فرنسية وبعدها تكتبوا اسم قناتي حتى تتلع لكم جميع الفيديوهات كذلك توجد نماذج أخرى للفرد الخاصة بالفعل يعني فقط مع لكم سوى البحث بين الفيديوهات سوى البحث بين الفيديوهات الثاني لغة فرنسية وفرنسية لغة فرنسية إليه انتونجوهات كتت مراجعة يتطوريزة وفرنسية لغة فرنسية وفرنسية لغة فرنسية لغة فرنسية وفرنسية لغة فرنسية لغة فرنسية رجال لغة فرنسية لغة فرنسية إليه انتونجوهات سيد خبر مبادسية لغة فرنسية كوين م 잠ائعي لغة فلغة فرنسية وانتونجوهات ويقبونا ويكملنا لفيتات نستطعون ونقرأ عليها سبحانك جزاير حرة ومزتقلة عنا استقلاء تونجفاة لغة فرنسية لغة فرنسية جزايري كان يحمل العالم اماما مقهة فرنسي ان او رسپنسابل اينمي سهب رسپنسابل لبعه اراشه لدرابو ومسؤول من العدو يعني احسكا او تحرشا بهذا الشخص حتى ينتزع منه العالم يل رفز وهذا الاخير رفض دي سوروبيان انوائسه لدفلي وكان هناك اروبيانا شاهدوا هاد التدهورة الالجيريان رفز اندرابو الجزائري اعاد اخذ العالم ايلي تيوه بارا موليسي فرنسي وقتلا من طرف شرطي فرنسي دي فام لانس دي يو يو لاربخشان فترابل بالاكبان يعني بعدما قتلا هاداك شاهد يعني النساء بدأنا في اطلاق الزغاريد وهاد المضاهرة يعني ارعبت المحتل والا احباتي وهناك العادة هذا هو مصدر النس بعدما قلنا احباتي النس يعني لازم تكونوا فهمتوه رح ننتقلوا للأسئلة تابعوا معي كمبريانسيون دي لكري برميارما غير يكري لابون غير فانس اعيد كتابة الاجابة الصحيحة يعني أدون أنه يعني هناك خالط في هاد الموضوح يعني هاد الموضوح أنا شوفتم في انترنت يعني وتبعتو ولكن يعني رح نجابوا على هاد سؤال le 5 juillet 1962 représente le jour de l'indépendance de notre pays يعني خمسا جويل الفتامي اعوا اتنين واسيتون هو تاريخ استقلال الجزائر troisièmement trouve dans le texte une expression qui montre que les algériens aiment leur pays اوجد في النس يعني عبارة تبين أن الجزائريون يحبون بلادهم لحظو معي هنا في هاد العبارات يعني ils se mettent en marche et chant من جبالنا طالع صوتوا الاحرار يعني بدوا في المسيرة وبدوا يغنيوا يعني عالبلد تحهم وباللي كان فيها رجال احرار ويستطيعون تحرير البلاد كذلك كانوا يحملون هاد اللافذات لسميناهم les pancartes اللي نقدر نقرأوا فيهم vive l'algerie libre et indépendante يعني هاد العبارات يبينوا باللي الجزائريون يحبون بلادهم نمیرو 4 ریپو بار وفو اجب بصحیح او خطأ ا الالجرین اتوه بارس كالتونه ان درابو فرانسي جزائري قوتلا لانهو كان يحمل عالم فرانسي احنا سفو يعني هادك شهيد هو كان يحمل لدرابو الالجرین ب المتظاهرون الجزائريون لم يكونوا كثيرون او لم يكونوا كثيرون او لم يكونوا يعني هما كانوا كانوا بزاف والا يعني العدد تحهم وصل حتى العشرة الاف متظاهر س الجزائريون كانوا متظاهرين حتى يطالبوا بحريتهم احنا يا سفغ نميرو سنك استخرج من النص كلمتين من نفس العائلة يعني راح نذكروا بهذا الموضوع هي الكلمات التي تنتمي الى نفس العائلة وتشترك في الجدر يعني عندها حرف مشتركة عفوا ويعني يكون المعنى يعني متقارب دونك هنا في النص لدينا كلمتين عندنا هي المضاهرة وعندنا هما المتظاهرين نميرو سيس شطب على العنصر الدخيل هنا عندنا مجموعة من الكلمات راح نقروهم يعني نفهموا المعنى تحهم والعنصر الدخيل او الكلمة الدخيلة او الكلمة للمعنى تحها دخيل راح نشطبوا عليها دونك عندنا الجريان هما جزائريون مانيفستان متظاهرون انمي عدو او اعداء ساتيسفاكسيون هي الاعجاب او يعني كي نحبو كي تكون حاجة عجبتنا هذي كي هي الساتيسفاكسيون دونك هنا كي مارككم تلاحظو عندنا الجريان مانيفستان انمي هما يدخلوا في الشان لكسيكال تا لاغير ولا تالالجيري اما الكلمة الداخلة هي هاد ساتيسفاكسيون مع داحة علاقة هاد الكلمات المتبقية نمعو سات تخوف دون التاكست لزانتونيم ديمو سويفان اوجد في النص يعني ضد الكلمات التالية لزانتونيم هي الضد الكلمات يعني كي ما شفنا في الدروس ضد الكلمة ممكن يكون كلمة ممكن نضيفو لهم حروف او الكلمة اللي سميناهم للي بريفيكس دون هنا عندنا ديبوندانت يعني غير مستقلة هنا العكس سحر هيكون ان ديبوندانت يعني مستقلة نضيفو لها للي بريفيكس ان ان ديبوندانت عندنا امي يعني صديق لضد تاو هو انمي هو عدو يعني هاد الكلمات ها هم موجودين في النص نتبهو جيدا يعني لما يعطيكم نوع منا يعني هاد نوع من الاسئلة رايحن تجدو الاجابة في النص نميرو ويت ان الالجيريان فت توي كان تيل رفوزا دوني لدراب او policي فرانسي جزائري قوت لها عندما رفض اعطى او تسليم العالم لأشورتي الفرنسي دانك سؤال تحا كان يعني كان هاد peut اتر رملاسي بار يعني نقدر نعودوها بالكلمة تزالية عندنا افري ك بعد افن ك قبل لحس ك عندما دانك في المعنى تحا رحين عودوها بلحس ك الجملة ترجى ان نقصد يعني دار في زمن وحديد اذا كانوا يوابر عن يعني لحدا مواررخا او عن مواررخا يعني هاد لحن نشوفوه في النص لحدا معي احباتي عندنا هاد التاريخ الو 8 mai 1945 او 8 لحدا هو اعطانا يوم ووقت موحدد donc يل اexprim la date ووقت ووقت هذا هو حقوقهم تُوه التالية في الجامعة يعني لما تديروا الجامعة رحين تبدلوا لسجت وتنتبهوا كذلك للأفعال والصفات التي تأتي بعد هاد لسجت دونك عندنا الالجيريان تُنِي ان درابو دون ان كافي فرانسي هنا رحين بدلوا لسجت اللي هو الالجيريان رح ترجع د الالجيريان تُنِي هنا لترمينازون رح ترجع اي اي انت د درابو دون ان كافي فرانسي ووالا احباتي هذا فيما يخص الاسئلة كما شفت الاسئلة هي سهلة جدا فقط ما لكم غير تراجع ووالا يبقى هنا العنصر الاخير اللي هو الوضعية الادماجية يعني كما رحكم تلاحظوا هاد النوع من الجداول رح يتكرر معكم رح نعطيكم يعني كيفاش تتعاملوا مع هاد الجدول وفيما بعد رح نخلي لكم يعني نموذج مكتوب كذلك الوضعيات الادماجية الخاصة بهاد الموضوع يعني رحي موجودة في القناة يعني كذلك مرة أخرى اكتبوا العنوان واسم القناة سأتطل عليكم الفيديو في هاد الجدول رح نوري لكم يعني كيفاش تكتبوا كيفاش ترطبوا المعلومات سبعوا معي ان تدان دز انفورمات سدسو راكانت ان كالكولين لز ايضانمان دو برمير نوفمبر مين نافسون سنكانة يعني بالاستعانة بالمعلومات الموجودة يعني في هاد الجدول احكي في بضعة اصدر احداث اول نوفمبر 1954 هاد الجدول عندنا يعني لبرسوناج هي الشخصيات عندنا المجاهدين لزالجيريان كوى يعني ماذا فعلوا يعني ضحوا بحياتهم يعني يعني اطلقوا او اندلعت الحرب حرب التحرير الوطنية يعني هاد الافعال اللي قاموا بها المجاهدين او يعني المكان دون توت الالجيري في كل الجزائر دون المنتان بويل في الجبال ثم المدن عندنا كن اللي هو الزمان عندنا لبرمير نوفمبر 1954 وكذلك عندنا pendant ساتة ودمي يعني اول نوفمبر 1954 ودامت لسبع سنوات ونصف اه برقو يعني لماذا قاموا بهذا شي كامل pour لبر leur باتري يعني حتى يحرر وطنهم لت contre الكلونيالزم الفرنسي ويكافحوا ضد المستعمر الفرنسي اهنا العنصر الاخير عندنا لكنسيقنس اللي هي نتائج هاد الثورة يعني امليون ودمي دمي دمي يعني امليون ونصف المليون من الشهداء pour فيفر يعني حتى يعيشوا في سلام دمك احب تسي هاد الجدول با وش تبدو اول حاجة تبدو بالزامن دمك هذا لبرمي نوفم 1954 بعدها رحين تروحوا لبرمي جكون هما لمجاهدين voilà لمجاهدين هادو في لبرمي نوفم وش دارو رحوا تما دارو لدقرنش من دو لغير دو لبير ناشنال voilà هنا بعد يعني المكان تذكروا المكان اللي اندلعز في هاد الثورة ممكن تذكروا دان توت لالجيري ولا تقولوا دان المنتان بوليفيل ولا واحدة فيهم ممكن تستعملوا في زوج يعني في مكان اخر بعد المكان رحين ديروا پرقوا يعني وعلاش هاد المجاهدين في لبرمي نوفمبر هاد المجاهدين وعلاش اعلنوا اندلاع الثورة في كل الجزائر حتى يحرروا وطنهم يعني يعني كذلك العنصر الاخير رح يكون نتائج هاد الثورة كانت مليون ونسف مليون من الشهداء وكذلك يعني عاشت الجزائر في سلام وكذلك احبتي لدينا في الاخير يعني بعض الملاحظات حتى تكون الوضعية الادماجية تاكم جيدة كريتير دوريوسيد دان ان تيتر اتان تاكست يعني ضع عنوان للنس العنوان اكيد رح يكون لبراه نوفمبر 1954 ولا رح ين ديرو لده 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 يعني هاد العنواني رح يكون جيدة جدا امپلوى لشان لده 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 يستعمل الحقل اللغوي الخاص بالحرب مثلا عندنا لده 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 كذلك المجاهدين والا لبراه هادو كامل يعني كلمات سينزاميو إلا حرف إلا عفوان الحقل اللغوي الخاص ب لغر استعمل مؤشرات الزمن حتى ترتبو الأحداث يعني هاد لديكاتور ده كننا شفنا في الدروس كذلك امپلوى لتان دوريس استعمل الأزمينة الخاصة بالقصة التاريخية اللي شفنا هي اللام parfait نستعملوه لوصف الأماكن وصف الشخصيات كذلك نستعملوه لتعبير عن المدة عن الوقت عن الأحداث غير المهمة أما نستعملوه للتعبير عن الأحداث المهمة هدفي ما يخص أحبتي هاد النموذج نتمنى تكونوا راجعتوا معايا جيدا يعني كما شفتوا الأسئلة راه في متناول الجميع والأسئلة رح تكون متشابهة فقط مع لكم غير التركيز والمراجعة والاعتماد على الملخصات رح تسهل عليكم يعني الفهم والمراجعة كذلك ومرة أخرى هذه الملخصات رح هي موجودة في القناة أما بالنسبة للتلاميذ اللي مازال هم عفوان في الفيديفير كذلك عندكم مواضيع رحي موجودة يعني كنت وضعتها سابقا بهذا نكون أحبة توصلنا لنهاية هذا النموذج أترككم في رعاة لحفظه وسلام الله عليكم